بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقترب الانتخابات وتتوالى المفاجآت أردغان يدشن أول حاملة طائرة مسيرة بالعالم لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية دشن الرئيس التركي رجب طيب أردغان الاثنين العاشر من أبريل نيسان الفين تلاتة وعشرين أول حاملة طائرة مسيرة في العالم والتي صنعتها تركيا وقال أردغان إن سفينة تي جي جي أناظولو رمز يعزز مكان التركيا في المنطقة والعالم ستصبح تركيا دولة رائدة في مجال التقنيات والأنظمة والحلول التي تغير قواعد اللعبة في العالم وفق ما نقلته وكالة الأناظول كما أضاف أردغان أن حاملة الطائرات تي سي جي أناظولو هي أول سفينة حربية من نوعها في العالم إذ يمكن لأكبر وأضخم المروحيات والمسيرات أن تهبط عليها وتقلع منها وقال تتمتع سفينتنا بمواصفات ستمكننا عند الضرورة من القيام بعمليات عسكرية وإنسانية في كل مكان في العالم حيث شارك الرئيس أردغان وقاد التحالف الجمهور الآن في حفل تسليم أول حاملة طائرات مسيرة في العالم للقوات البحرية التركية والتي صنعت في تركيا وأعلن أردغان خلال الحفل قرار رفع ميزانية الصناعات الدفاعية إلى 75 مليار دولار وأشار إلى أن عدد مشاريع الصناعات الدفاعية في تركيا بلغ 750 وعدد شركات الصناعات الدفاعية 2700 تعتبر حاملة الطائرات المسيرة التركية تي جي أناظولو هي سفينة هجومية برمائية بدأ مشروع بناءها عام 2015 بحض طزلة لبناء السفن في إسطنبول ونزلت إلى المياه عام 2019 وفي يونيو حزيران 2022 بدأت مرحلة الاختبارات لها ليتم تسليمها الاثنين من قبل رئاسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إلى قيادة القوات البحرية بينما تصل نسبة المساهمة المحلية في بنائها إلى 70% وشاركت في إنشائها 131 جهة فرعية إلى جانب مساهمات جامعات ومراكز أبحاث تركية أول حاملة طائرات مسيرة في العالم تزيد سفينة تيجي أناضولو من قوة البحرية التركية وتعزز من قوة الردع وصممت كحاملة للمسيرات الهجومية لتكون الأولى من هذا النوع في العالم إضافة لنقل العتاد العسكري بالمقابل تعمل شركة بايكار لتطوير مسيرتها بيرقدار تي بي 3 الهجومية التي تتميز بإمكانية طي أجنحتها لتتلاءم مع البنية العسكرية الجديدة لحاملة الطائرات التركية كما أن أعمال الأبحاث جارية من أجل ملائمة المقاتلات التركية ككز الإلمة وحرجيت مع حاملة الطائرات الجديدة وتتمتع حاملة الطائرات تيجي أناضولو بقدرات لوجستية تمكنها من نقل قوة عسكرية بتعداد كتيبة على الأقل إلى مناطق الأزمات المحتملة في بحار إيجا والمتوسط والأسود دون أن تلقى أي إسناد من القاعدة الرئيسية قدرات صناعية تركية تظهر القدرات المحلية التركية جلية في صناعة حاملة الطائرات المسيرة الجديدة من حيث تزويدها بأحدث منظومات الحرب وهي منظومات الأسلحة ونظام إدارة المعركة ونظام الحرب الإلكترونية ونظام البحث بالتعقب بالأشعة تحت الحمراء ونظام البحث الكهربصري كما أنها مزودة أيضا بنظام المجس الليزري للتحذير ونظام الدفاع التوربيدي والرادار وأنظمة الاتصال وأنظمة الملاحة ونظم مشاركة المعلومات وبإمكان السفينة المساهمة في القيام بعمليات الطوارئ عند حدوث الكوارث الطبيعية فيتحتوي على مستشفى وغرفة عمليات تمكنها من نقل المساعدات الإنسانية مواصفات مميزة يبلغ طول حاملة الطائرات تي سي جي أناظولو 231 مترا وعرضها 32 متر والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة بحمولتها القصوى وسرعتها الاقتصادية يمكن لسفينة تي جي أناظولو قطع مسافة 9 أميال ميل بحري وبإمكان السفينة استقبال أربع مركبات إنزال ميكانيكية في آن واحد في حوضها المغمور بالمياه كل مركبة بإمكانها نقل دبابة واحدة كما تستطيع حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة و6 ناقلات جنود و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة أي بمجموع 94 مركبة وفق ما ذكرته وكالة الأناظول على ظهر السفينة يمكن لتيجي أناظولو استيعاب 10 مروحيات و11 مسيرة هجومية أما حضيرتها فيمكنها حمل 19 مروحية و30 مسيرة هجومية إلى جانب استيعابها لعناصر يصل عددهم إلى 1223 إذن تركيا تقطع في مجال الصناعات الدفاعية خطوة كبيرة إلى الأمام بنزول أول حاملة طائرات للمسيرات في العالم إلى الخدمة رسميا هذه السفينة والتي سيكون لها أثر كبير بإذن الله تعالى في مد النفوذ التركي حول العالم نتمنى لتركيا التوفيق ولأردغان الانتصار متابعين الأعزاء في الختام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا